على العموم ما لوحد أن الصحافة الدولية بشبه إجماع في العالم أجمعت على تخلف التدبير للنظام المغربي للأثار الزيزة تأخر ديال التدخل يعني أول المتدخلين اللي جايين من الإدارة ما جاءوا تلغط له الأمر بيتدخل الجيش بشكل رسمي جاء 14 ساعة من بعد الزيزال الدور أو الأدوار ديال الدولة ما بدأت تحريك ديالها بشكل رسمي إلا بعد الاجتماع اللي ترأسوا المالك 19 ساعة من بعد الزيزال الرفض ديال الدعم الواسع ما تتفهمش حتى هو على اعتبار أن يعني كيفما كانت القدرات ديال البلد راه يحتاج لدعم واسع جدا في ظروف من هذا القبيل نذكروا بأن اليابان في 2011 كانت استقبلات الدعم ديال 24 دولة ومع ذلك تعرضت للحكومة اليابانية لنقدين شديد لأن كانت بعض إمكانيات الدعم الإضافية لما طلبتها وما استقبلتها التهاون ديال الإدارة مثلا بعض الصحف الدولية كتسجل بأن بعض الهبات جات من الخارج وبقيت موقفة عند ديوانة كتسنو حتى يعلم الله من مصاطر غديد وزوها في حين أنه مثلا كينخيام رافعة لواقف عليها المواطنة والمواطنين واللي ما زال يبدو أنها لحد أنا ما زال ما خرجتش من الدوانة كيندهاش كبير جدا من درجة ديال المركزة ديال السلطة والمال السلطة الانتظار ديال أنه لا شيء يتحرك دون رئيس الدولة والمال كيفاش أنه عندنا تراوات هائلة في البلاد وعندنا هاد المنطقة المنكوبة بالصورة يعني ديال الفقر المدقع اللي لقاوها تمك وهناك عدم تفهم ديال الصمت ديال المسؤولين عزمة من هاد القبيل الجميع كيعرف بأنك تستدعي نقاش واسع كتستدعي تعبير قوي كتستدعي حضور ديال السياسيين كتستدعي يعني تنافس ديال المقاربات ومقارعة ديال الأفكار هاد شيء كل ما كانش عندنا احنا الحاجة الوحيدة اللي كانت عندنا هو أن الإعلام الرسمي والإعلام المواكب له كله نغمة واحدة كل شي عندنا مخير حنا هما المخيرين في العالم كل شي داز على حسن ما يعني كان من المسائل اللي تلحظت بزاف هو واحد الفيديو اللي دوزته النويورك تايمز مع الفريق ديال الإنقاذ الإسباني اللي عبر أحد الأعضاء دياله على التذمر دياله من سلوك ديال السلطات المغربية قال بإننا إحنا جينا نهار الحد وصلنا العين لمكان وقالونا ننتظروا حتى يجيكم الإدن بالتدخل وبقينا يومين كان ننتظروا باش ندخلو نهار ثلاث جوا عندنا قالونا راه جاء الإدن أنكم تدخلو لكن ده بصف مقامي الدار لأنهما جايين من أجل الإنقاذ اللي تنقد تنقد واللي مات مات إذنك هاد شيء كيتكلم أيضا على غياب توجيه واضح تخبط نظيم وكيقول بإننا ملكي قرن مع الجريبة دياله في الزلزال ديال تركيا في بداية هاد السنة بإننا فرق هائل ما بين أشنو شاف في ليبيا وأشنو عاش هنا بمقابل هاد شبه الإجماع لكين ديال الصحفة الدولية اللي غدي نعطي عليه بعض الصور بعد قليل كين البروباغندا وردود إفعال ديال الناس ديال المخزن دعاء الكمال تعبئة الأصوات المعتادة من أجل البهراجة تأكيد بإن الانتقادات مقصورة على الصحافة الفرنسية يعني إنكار البقية الصحفة العالم وبإن ذلك من تدبير ماكرو يعني حتى الصحفة رأى عندنا غير واحد الشخص هو اللي عندنا معاه مشكلة كين الكذب بحيث إننا مثلا الدعاء بإننا راه العالم كله يسجيل النجاح الباهر ديالنا لا ما بكى تقولنا بإن جو بايدن تكلم على سرعة وفعالية تدخل وفقا لتوجيهات صاحب الجلالة من اللي كان قرأوا التصريح اللي ناشروا البيت الأبيض يعني الكلام ديال بايدن ما فيش إطلاقا هالجمل هذا إبداع كاذب ديال لماب وديهما بايدن أقوى دولة في العالم كتصب جلالة الملك وكتحنيه أعلم جهود اللي تبدل جميع الدول ديال مجلس الأمن الأستاذ الأمير العامل للأمم المتحدة كان أيضا التوجه لمجلس أخلاقيات الصحفة وللقضاء الفرنسيين من أجل مواجهة الإفعال ديال هاد الصحفة اللي غد ينضيفوا له أيضا المضايقة والطرد ديال بعض الصحفية المشكل اللي كيبان في العلاقة ما بين هاد البون هذا ما بين شنو واقع حسب الصحفة العالمية وشنو واقع في الصحفة ديالنا هو الفكرة ديال إنها راه كل شي جاي من عند المالك المالك مقدس إذن ما يمكنش شي حاجة اللي تكون جاية من المستوى ديال المالك يكون فيها مشكل وهذا هو مربط الفرس هذا تدبير هادي سياسة قابلة أن يكون فيها الإيجابي ويكون فيها السلبي يكون فيها الصواب ويكون فيها الخطأ ما حدنا مقبلناش بأننا راه كله افعالنا تحتاج ماشي غير قابلة ضروري فيها تقييم ضروري فيها المساءلة ضروري فيها التعاطي بتقديرات المختلفة بالرأي والرأي الآخر راحنا ما عمرنا ما غادي يمكننا نكتسبوا ميصداقية باش يمكننا نتفاعلوا إيجابا وسيلبا مع ما يقال عن حوالنا في هذه البلد وخصوصا في الظروف اللي كنكون فيها في أزمة بحال هذه الأزمة هذه طبعا الصحفة الإجنادية كانت من مدة يعني ربما من سنوات وهي غادية وكتصعد في تقدير ديالها الأزمة ديال الحكامة ديال المغرب ولاحظنا كيفاش أنه وقع تواتر ديال تحقيقات صحفية اللي كتتكلم على المشاكل لها التدبير ولكن ما عمره على الأقل في الذاكرة دياليانا ما عشنا شي رحظة اللي كان فيها هالدرجة ديال الإجماع على أنه كان مشكل عميق جدا في تدبير الأوضاع المغربية الأول وأهم عنصر لخلق أزمة في التواصل هو الإحراج المرتبط بغياب الملك في لحظة الكاريتا وعدم العودة دياله إلا 19 ساعة ولكن لربما وراء هذا كين أن الصحافة المرتبطة بالمخزن نحن شفنا كيفاش أنه كان تقريبا نفس العنوان عند برلومان كوم وعند جون أفريك اللي كيقول بأنه راه مبعد مما كان الصحافة علنات الأجنبياء علنات بأنه راه محمد الساديس غادر المغرب إلى فرنسا نهار فاتح سبتمبر جا تبرير بأنه وديد لارها ربما مشا باش كمقدمة لإعادة الدفع للعلاقات ما بين المغرب وفرنسا من لي موقعش هاد عودة الدفع أنا داك ولا مشكل ديال ما معنى هاد الغياب وما كان أي تصريح ما كان أي توضيح من طرف المسؤولين المغربة اللي غادي يمكن يعطي مسائل مقنعة لهاد الصحافة هدي باش يوقف هاد النوع ديال التساؤلات ألار ناخدونا موداج من اللي كيت قالوا ديره غير الصحافة الفرنسية من اللي كان شوفوه الصحافة الإسبانية مثلا هنا ياخدونا نمديج ديال الباييس ديال ديال جرائد أخرى اللي كلها كتسائل العلاقة مع الأوضاع في المغرب وهنايا نبغي ندبه بأننا راه الباييس هي ماشي فقط أكبر جريدة في إسبانيا بل هي أيضا أقرب جريدة إلى البيسوي الحزب الحاكم اللي كيت قال بأنه هو من أهم ألفاء المغرب في المرحلة الراهنة واللي من جديد البارح في الخطاب ديال بيدرو سانشيز في الأمم المتحدة من جديد لم يتكلم عن أولوية الحل المغربي أما الكاذب اللي كيت قال عندنا بأننا راه سبانيا عثار فات بالسيادة المغربية على الصحراء هذا عمره مكان وما عمره ما قالوه وحتى هذه المرة هذي ما قالوش فقط هذي دبالي السنة الثانية على التوالي كيمشي بيدرو سانشيز للأمم المتحدة وما كيتكلمش على الحل ديال الاستقلال الداتي أيضا هذا الدياريو اللي كيقول بأن المغاربة كيتسألو كل مرة أكتر على الدولة والحكومة هذا الكوريو اللي كيتكلم على الهيبات والمساعدات اللي جات الديوانة وبقات وقفة مماك كان عندنا أيضا نقول بأن الملك نقول على المرض بأن الملك سجل في رسائله للإسبان المشاركة النشيطة والفعالة لفرق الإنقاذ الإسبانية في حين أن الفيديو اللي تكلمت عليه دباعات كيقول بأن فرق الإنقاذ الإسبانية كتقول حنا ما شاركناش لأننا ما تسمح بناش أننا إن شاء الله ABC هي شبكة عمومية للإخبار أكبر شبكة ديال الإخبار في أستراليا تا هي كتقول بأن الزلزال جر تساؤلات وانتقادات ل سلوك الدولة باش ننخليوها في العمومية الصحفة الإيرلندية أيضا شاركت حسب يعني هذا غي عيينة اللي تمكننا أننا نطلعوا عليها تا هي كتقول بأن التدبير لطرح مشاكل كبيرة ريترز اللي هي من أكبر الوكالات الإخبار العالمية واللي كان في الأصل ديالها بريطانية ولكن الآن مملوكة مشكل رئيسي الرسامي الكندية كتقول بأن المغاربة كيعتبروا بأن وقعات الخيانة ديالهم في تدبير في الإجابة الحكومية على الزلزال الولايات المتحدة التقطيات اللي شفناها في نيويورك تايمز يعني على امتداد على الأقل الخمسة واللستة ديال المقالات والتحقيقات اللي نشرها كلها مجمعة على أن هناك مشكل كبير جدا في جودة تدبير آثار الزلزال الواشنطن بوست كيتكلم على الإحجام ديال المغرب عن قبول مساعدة الزلزال كيقول بأن يحير الحكومات الأجنبية المركز بحثي كبير ميدل إيست إنسيتيوت نفس الشيء كيقول بأن الزلزال كي يستطر على الوجود ديال المغربين المغرب يعني ديال المنتفعين والمغرب ديال الناس اللي متروكين على الهاميش الدويتشا فيلي اللي هي التلفازة الرسمية الألمانية حتى هي تكلمات بي نفس اللهجة ونفس الحدة على هذا التدبير أما فرنسا ف طبعا الأغلبية الساحقة الستثناء الوحيد اللي سجلناه هو اللي دار مقال مطول كله يعني تمجيد لسلوك الدولة المغربية ولكن من غيره ما سجلناش لحد الآن ربما تكون شي حاجة اللي كان طبعا الرد ديال الماب على تصريح ديال وزيرة الخارجية الفرنسية اللي قالت بأن الزيارة ديال الرئيس الفرنسي راها مو برمجة وكت راها القرار فيها موخود وكانت سنو فقط البرمجة الدقيقة ديالها هذا ما زال يعني باين بأنك اليد الممدودة من طرف في تصريح هذا والرد كان يعني مدمر ديال هاد شي ما نتفقنش عليه وهاد شي ما كاينش وهاد شي ما عندنا ما ندروا به